ثمن الرئيس عبدالفتاح أسيسي العلاقات ما بين مصر وأوسباكستان ووصفها بالأخوية والتاريخية وقال الرئيس أسيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده ورئيس أوسباكستان عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية إنه ورئيس أوسباكستان اتفق على سرعة عقد اللجنة المصرية المشتركة للتعاون الاقتصادي في أقرب وقت ممكن الحقيقة أيضا بباحثاتنا تناولت استمرار التعاون والاستمرار الدعم المتبادل في المحافلة الدولية وإحنا هنا بنسجل تقدرنا لدعم دولة أوسباكستان لمصر في الحصول على عضوية مراقب في منظمة شنغهائي الإرادة السياسية موجودة وإسمحول أن احنا أيضا اتفقنا على سرعة عقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين في أقرب وقت ممكن عشان ما اتفقنا عليه يتحاول يتبلور من خلال اللجنة إلى مصار سريع للتعاون في المجالات المختلفة